قريت تصريحات النهاردة لعدد من لعبي العين الاماراتي بيقولوا فيها انه العين الاماراتي ما يخافش من اي فريق حتى لو هيواجه النادي الاهلي وتصريحات من النوعية دي قبل المباراة طبعا الانتر كونتنينتل وشوفت تعليقات من جمهور مصرية جمهور من النادي الاهلي وبيهزروا متضايقين ومتعصبين وكلام من ده يعني انا دايما بشوف التصريحات دي عادية انا عمري ما التصريحات دي استفزتني ولا بتخيل انه المفروض نرد عليها او نقول مثلا انت ازاي تقول كده انا ايه لاعب طالع يقول انا ما بخافش من اي فريق وانا فريق اقوى فريق في الدنيا ده الطبيعي اصلا ده هو ما ينفعش يقول كده ما ينفعش يقول غير كده يعني ما ينفعش يقول مثلا احنا خايفين جدا من الاهلي الموضوع مرعب جدا ده الاهلي ده بطل القرن في افراقيا واهم فريق في القرن الافراقية واخبراته العالمية ما ينفعش يقول كده هو بيحفز نفسه بيحفز فرقته وبيصدر خوف للفرقة اللي قدامه كده يعني التصريحات دي عادية اشوف ناس كده والنهاردة مش يراها وعمالين يهاجموا يا سيدي اي حد بالمناسبة يعني عشان برضو نبقى وقعيين ما هو العين فريق هو جدا جدا اه هيواجه الاهلي بس ما هو العين ده مش فريق سهل اه فعلا ما هو العين فريق هو جدا جدا بمحترفيه باسماء اللي موجودة فيه بطل اسيا قدام الهلال يعني الهلال السعودي بحاجة جامدة جدا يعني ومعه مدرب جامد جدا اصلا كلاعب كان اسطورة وكمدرب جايد جدا هنا كريزبو والارجنطية طبعا واحد من اهم اللاعبين اللي جون في تاريخ كرة القدم يعني ومن افضل المهاجمين على الاطلاق يعني ومدير فني رائع جدا للهلال اماراتي لما تسأل عن مواجهة النادي الاهلي اهو ده بقى عشان خبرات علامية كبيرة فقالت اسطحات شوية يعني متوازنة وهدية يعني قال لك انا الوقت مش مفكر في النادي الاهلي يعني مش مفكر في مواجهة النادي الاهلي انا عندي مباراة في دولة ابطالة اسيا عندي مباراة مهمة في اه الدولة الاماراتي فطبيعي مفكرش في النادي الاهلي دلوقتي هفكر في الاهلي لما خلص المباراة بتاعتي في دورة ابطالة اسيا مباراة الوصل في الدورية مباراة الوحدة ديربي هو قال افكر في دولة الاول دولة كلهم هبقى قابل الاهلي وبقى كده هفكر في الاهلي كان سهل برضو على فكرة يقولك انا اجمد فرقة في العالم وهيبقى حقه برضو جماعة سعر الحاجات دي بتجنن اللقاء ببقى نفسي خش على واحد واحد اقول له اه يا سيدي المفروض يقول ايه طب العكس ايه يا مفروض يقول احنا مرعوبين من النادي الاهلي او يقول مثلا احنا اضعف بكتير من النادي الاهلي او مثلا يقول احنا هنقسر المباراة اجيبش يقول كده حتى على فكرة لو جواه يعني هو لو شاكك انه يقسر المباراة او شايف انه فرقته اضعف من الاهلي حتى لو جواه كده مشيت لايول كده ومنطق يعني